السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجمنا الخالدين هنتكلم عن وسيم السينما المصرية وسيم السينما المصرية هو الفنان الممثل المصري يوسف فخر الدين يوسف فخر الدين مولود لأب مصري وأم مجرية في حي مصر الجديدة في القاهرة عام 1955 وحاصل على الثانوية العامة وتوقف عن الدراسة في السنة الثانية الجامعية وبدأ مشواره السينمائي عام 1957 شارك في عدد من الأفلام هي أنا وقلبي رحلة غرامية حب من نار شباب اليوم الشيطان الصغير وتوالد أعماله بعد ذلك في فترتين ستينات وسبعينات القرن العشرين وكان من أبرزها حماتي ملاك الشجعان الثلاثة لصوص لكن زرفاء الشياطين الثلاثة اتجاوز من الممثلة نديس في النصر واللي قدمت ما يقرب من عشرين فيلم سينمائي خلال مشوارها الفن القصير منها سبع أيام في الجنة وحكاية تلت بنات وغروب الشروء وروعته وكان أرملة ليلة الزفاف آخر أفلامها في عام 1974 والتي توفيت في نفس العام في حادث سير ما جعله يصاب بحالة اكتئاب شديدة وابتعد عن الأضواء وفضل الصفر خارج البلاد حيث استقر في اليونان وصار من رجال الأعمال وتزوج من سيدة يونانية ولم يعود إلى مصر إلا في عام 1997 في زيارة خاطفة من أجل الاطمئنان على صحة شقيقته الفنانة مريم فخر الدين ثم عمل في هذه الفترة موظف استقبال في أحد الفنادق الفنان يوسف فخر الدين هو الشقيق الأصغر للنجمة الرحلة مريم فخر الدين والتي كانت سببا في عشقه لمجال التمثيل والمرة الأولى اللي وقف فيها قدام الكاميرا كان عن طريق أفلام تصدت شقيقته بطولتها وتولى إخراجها زوجها محمود زلفقار منها رحلة غرامية عام 1957 أمام شكر سرحان وحمد مظهر وسامير أحمد وفيلم أنا وقلبي عام 1957 أيضا أمام عماد حمدي وصلاح نظم فنان يوسف فخر الدين عمله تجاوز تلميه تعمل منها فيلم إحنا التلمزة فيلم بين ثلاث لصوص، فيلم عندما نحب، فيلم أسرار البنات، فيلم الشجعان الثلاثة، فيلم تلات وجوه للحب، فيلم حبيبة غير وكمان فيلم مراهقة من الأرياف، وفيلم وداعا إلى الأبد، فيلم دائرة الشك، فيلم القضية رقم واحد، وفي 1982 شارك في مسلسل أعقل زوجين في العالم، كان بيعمل دوره كميها الفنان يوسف محمد فخر الدين، واسم الشهرة يوسف فخر الدين، تاريخ ميلاده كان 15 يناير عام 1935، وتاريخ وفاته كان 27 ديسمبر عام 2002 عن عمر 67 عام توفيه في آتينا باليوناني كنا نتحدث عن الفنان وسيم السينما المصري رحمة الله عليه، يوسف فخر الدين، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته